السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معه. مستاذ امين عبد الحسيب الدريب. هنتكلم على الاجابة النموذجية للتقييم اسبوعي لمادة البرمجة والزكاة الاصطناعي. الصف الاول السنوي الاسبوع العاشري. يلا بينا ناخد كده الاول. بقول هينما المقصود بالعمليات المنطقية. ايه المقصود بالعمليات المنطقية? هي هي عملية حسابية? ولا هي عملية تنفز باستخدام الالقام السنائية? طبعا هي عملية تنفذ بالاستخدام الايه? العقام السنائية اللي هي عبارة عن الصفر وي الواحد. رقم اتنين. الدائرة المنطقية تستخدم لتحويل الاشارات الى صور. انفيز عاملات المنطقية تخزين. هي اصلا دوائر منطقية وبها تنفذ ايه? عمليات منطقية. طيب. اي من البوابات التالية تخرج واحد يعني بتطلع النتية بتاعتها? واحد. فقط. عندما تكون جميع المدخلات واحد. هتبقى الانهي دائرة من الدوائر ديت والبوابات ديت. هتبقى ولا 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 نط ولا نط ولا عندي طبعا هتبقى الدائرة عندي يلزم لتحقق ان يكون كلهم وبالتالي لما يبقى كلهم هيبقى كل الناتج بكام بواحد. اي من التالي يعبر عن دائرة العكس نط. نط. تخرج نفس قيمة المدخل? طبعا لا. ده نط بيدخل واحد بطلع صفر. يدخل صفر يطلع واحد. يبقى تخرج على العكس من قيمة الايه? المدخل. تمام? طيب. تدخل على الاختبار التاني. بقول له هنا اي من التالي يوضح وظيفة بوابة الور. طبعا يلزم بتحققها ان يكون واحد فقط على الاقل او يخرج واحد فقط على الاقل. اي احتمال واحد يبقى كله ايه? تمام. يخرج واحد فقط عندما تكون كل المدخلات واحد يعني كل تروم. تخرج واحد ازا كان هناك على الاقل مدخل واحد اه طبعا صح. يبقى ايه? القنباء. جدول الصواب. يستخدم لايه? تخزين بيانات ولا رسم دوايا ولا ترجمة ولا توضيح نواة جميع الحالات الممكنة? اه هو توضيح نواة جميع الحالات الممكنة للمدخلات. رقم تلاتة. ما ناتج بوابة الانت? ايه هي النتيجة بتاعت بوابة الانت? ازا كانت المدخلات واحد وصفر. احنا قلنا ان الانت عشان يلزم بتحققها ان كله يكون ايه? واحد. طب لو في عندي بس واحد منهم صفر يبقى لا كله صفر. يبقى النتيجة رقم واحد اللي هي زيو. ما وظيفة تائرة الجمع النصفي هادر? هتوبى وظيفة ايه? جمع رقمين عشرين. جمع رقمين سنائيين. فكنا طرح رقمين تحويل الرقم. طبعا هنا هتوبى عبارة عن ايه? جمع رقمين سنائيين من خانة واحدة. ندخل على اختبار التالت. بقول لك تتكون دائرة الجمع النصفي. دايرة الجمع النصفي. تتكون دايرة الجمع النصفي من ايه بقى? تتكون من بوابة الاند والاكس اور اللي هي رقم جي. ليه بتتكون من بوابة الاند والاكس اور ومش قلنا الاند والاور او كده. بل الاند دائرة الجمع النصفي هي دائرة الكترونية تقوم بجمع رقمين سنائيين. يعني اتنين بت. وتتكون من مخرجيه اللي هم عبارة عن ايه? المجموع صم ودي ناتج الجمع ويتم بتمسيله باستخدام بوابة هيستكون النتيجة واحد ازا كانت المدخلات المدخلات بتاعته مختلفة. وعندي الحمل اللي هو الكاري. ودي عبارة عن الرقم المحمول للمرتبة التالية. ودي بمثل باستخدام بوابة الايه? الاند ازا كانت النواة بتاعتها ايه? واحد. ازا كان كل المدخلين بتاعتهم هيكب بايه? يعني. تم كده آآ كل واحد يكب بواحد. طيب. طيب. يكب ازا هتوق عندي الاختيار بتاعها هيكب رقم جي. طيب ما الفرق بين دائرة الجامعة النصفي ودائرة الجامعة الايه? الكامل. هنا هيبقى الكامل تاخد في الاعتبار النقل كاري. الدائرة الكاملة بتاخد في الاعتبار الايه? النقل الكاري او اللي احنا بنسميه الحمل. طيب في الدائرة الجامعة الكامل عدد المدخلات كامل. عدد المدخلات بيكون اكتر من اتنين يبقى ايه? تلاتة. طب انا عندي في دائرة اللي هو النصفي بيكون اتنين. اي من التالي ليس من مكونات دائرة الجامعة الكامل من من دول مش من مكونات دائرة الجامعة الكامل اللي هو الاند من مكونات والاور من مكونات والاكس اور من مكونات حتى احنا لسه جاهدنا فوق في رقم واحد. تمام? اتمنى ازاع عيبكم الفيديو وما تدخلش عنا بالعجاب. اشتراك معنا في القناة. تفعيل زر الجرس لساكم انا كل جديد. ما تنساش موجود على القناة. شرح كامل للمنهج. اجزاء نظرية الخاصة بالكتاب. شرح بالاجزاء العملية الخاصة بالمنصة. والان شاء الله هاتي في امتحان توفز.